مشكلة المجتمع أنه هو بيرفض كل ما هو غريب يعني مثلاً السنة في مصر بيرفضوا الشيعة وبيرفضوا البهائيين وبيرفضوا المتنصرين ليه؟ لأنه هم مختلفين عنهم هم شايفين أنه هم الكفار لكن أنت بتتدخل في كيفية إيماني أنا بقود ربنا إزاي؟ أنا عايزة أقول أنا وصلت لإله بيحبني بلا شروط وصلت الحتة وعود فيها الرب بيقول إزلا دينونا الآن على الذين هم في المسيح يسوع أنا ما لقيتهاش الكلام ده هوت في الإسلام يعني أنا ما ليجد ما فيش دينونا علي لو أنا في المسيح يعني مش هقف أمام الديان العادل يدني لكن أنا في الإسلام في دينونا وما منكم إلا واردها ده أنا لازم أدخل النار غاز من عني ما فيش ضمان بيقول لي أنك أنت مش هتقفي قدام الديان لازم هتقفي قدام الديان ويدين ويوزن حسناتك وسيئاتك فكل الأمور ده هيت بتخليني أنا بضماني الأبدي ده هوت وبعلاقتي بالمسيح بتخليني عندي شفاء داخلي بتشفيه ما بيبقاش عندي مرار أصلا أنا يعني نظرتي مش نظرة خارجية أنا دلوقتي حيتهدوني علشان الجسد لكن عايز أقولك أن أنا أنا ببص البعيد أنا ببص أنا لي مجد في السماء فأنا نظرتي مختلفة وده اللي أنا عايز أقوله للعابر يعني النهار ده لو أنت عابر جديد لو أنت لسه في بداية حياتك في الإيمان وحاسس أنك أنت عشان أخدت الموقف ده هوت ومشيت وراء المسيح أنك أنت حياتك تقلبت رأسا على عقب أنا عايز أقول فيه أمجاد سموية والموضوع مش زي الإسلام لأ أنتوا ليكم الحريات وليكم مش عارفة إيه لأ ده الرب بيبتدي السماء من هنا على الأرض الرب بتحس بمعيته والإله اللي ما بيكلمش حد غير الأنبياء ده هوت المسيح بيكلمك وبيمشي معاك وبيقودك وده هو ضمانك وهو ده اللي هيفجر من جواك المحبة اللي هي بتنبع من نبع المحبة اللي هو الرب يسوع يملى حياتك ويغمر حياتك بإسمي يعني الرب يسوع قال أبغضوني بلا سبب العالم رايح يبغضكم ودائما لما نتكلم مع الجميع كل شخص بغض النظر اللي بشاهدنا المسيح لم يعد بطريق مفروش بالورود وكلما اقترب مجيء الرب رح تشوف الاتهادات أكتر ورح تشوف أنبياء كذبة ومسحاء كذبة ومعلمين كذبة ورح تشوف الحق بيتحور يعني شوفي احنا للمشكلة المؤمنين بالشرق في اتهاد جسدي خلص معروف انت غير مسيحي يعني أو صرت مسيحي في اتهاد عارفينه ولكن الغرب بيستخدم الحرية نفس الحرية هي الاتهاد ضد المسحين مين اللي بيستفيد من هاي الحريات الأقليات التانية والديانات التانية وكله بيستخدم لأنه في المسيح ممنوع تكذب ممنوع تحلف ممنوع لازم تكون مواطن صالح لازم تكون أمين لازم تكون صادق لازم تكون ووالى آخره اشتركوا في القناة